السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم قناة الاطلس والي الشروحات اليوم ان شاء الله سنقدم لكم التحديد الجديد لنزلاته للاجهزة الايكورينك زين فهذا التحديد فهو عبر المباشر يعني اونلاين اه كما يعني فهو يخص حتى الاجهزة الفوريفر التي تحمل الفلاش السيرفورة الفوريفر اه ما عليكم الآن اننا غادين نمشيوا ان شاء الله الويفي غادين تكونيكتها ان شاء الله اول حاجة غادين نتكونيكت او باش اه اه ناس باقضييا تكونيكتيت اما ضرور يعني ليكم اه اخذكم تكونيكتو يعني بالكونيكسيون ثم غادين مشو اله للنتورك ابلكاسيون التي غادين نلقوا فيها التحديد اه نضغطو على النتورك ابلكاسيون ثم غادين نشوفوا دك ذلك القمر يعني القرى ارضي بلون ازرق ضغطو عليها من الضغط على عيبا لنا للتحديث لهو يحمل مئة وستة وثلاثون هذا التحديث هذا وكينا ملف قنوات وكينا الصفت كام يعني ذي المفاتيح ذي كيف تحبهم القنوات وكل يوتيوب يعني الملف كيف تحب يوتيوب يعني ان شاء الله قد نركز على التحديث الجديد مئة وستة وثلاثين فهو التحديث هذا فهو كيستح مشاكل للبوت ومشاكل للتعليق للجهز ومشكل للانطفاء يعني الانطفاء المتكرر فما علينا الا الضغط على التحديث واحد فصيدة ستة وثلاثون لكي نحمل لالتحديث نضغط على التحديث اولا ثم سيبدأ بالتحميل مباشرة كما قد تلاحظوا كما قد تلاحظوا التحميل اه اونلاين مباشر كما تتلاحظوا التحديث اونلاين مباشر اه عبر الانترنت اه عند انتهاء اه تحميل ساقوم بتتبيط اه التحميل اه عند التتبيط اه لا يجب عليكم انتفاء يعني اطفاء الجهاز الايكونيك يعني فصله عن الكهرباء اه سيسبب لكم مشكلة البوت وسيتطلب منكم ان تذهبوا الى اخصائي اخصائي يعني في الاجهزة الريسيبتور اه بشيح لكم المشكلة دي للبوت وكنتمنى منكم التحوش للجهاز من التيار الكهربائي باش ما يوقع لكم فرد مشكلة هادا اه كما تلاحظوا يعني هوا يقوم بتتبيط للجهاز اه لحظة وسيتم تتبيط عند تتبيط الجهاز سيقوم الجهاز بالاطفاء يعني اه تلقائيا ثم سيقوموا بالتشغيط يعني اتلقائيا كما كتلاحظوا يعني بدون مشاكل يعني بدون ان تذهبوا الى يعني شخص يعني متخصص لكي يحدث لكم الجهاز فانتم ستقومون يعني بنفس الطريقة التي اشرح لكم كما اه نكتلاحظوا يعني التقونيكتة يعني مباشرة بالويفي ثم نذهب الى النوت يورك ابليكاسيون للاحظة ساذهب الى لأريكم الجهاز يعني الرقم التهديد فهذا هو الرقم التهديد واحد فاصلة ستة وتلاتون ونين فوق واحد فاصلة عشرين فهذا هو الرقم التهديد الجديد ثم سأذهب الى النوت يورك ابليكاسيون لكم لاحظوا هناك اضافات ام لا اه نفس الاضافات يعني كما تلاحظون ثم سنذهب الى الابورو ستلاحظون هناك يعني تشغيل القنوات يعني ورغم ان قد يعني خلص يعني الشرك تقريبا خلص الشرك منده من سنة تقريبا فانا عندي يعني سيرفور يعني اه السنة تقريبا هذه من مدة سنة وكاك يعني فتشوفوا يعني اذا اتشغل كما تلاحظون القنوات يعني شغالها بدون مشاكل في هذا الابول وهذا الابي تيفي اه وثم اذا عندكم متن الاسراء ولا عندكم متن الهورت بورد وانا اسمت بان هنا شغال السيرفور يعني ولو رغم يعني اه رغم انتهاء المدة دي السيرفور يعني رقمه باضافة يعني بعد المدة يعني تعويضا على المشكلة دي السيرفور والمشاكل دي السيرفور سابقا و كما سنتجربه اعترده ان شاء الله في التعليق ودواء السيرفور اللي عندي انا انا قد نشغله تقريبا من 2019 الى 2020 المدة دي السيرفور كما سنتجربه و رغم ذلك ان شاء الله سيشتغل السيرفور و كما ان شاء الله تقوموا بتجربة ان شاء الله و ترضو علي اشتراك ان شاء الله و اشتركوا في فيديو اخرى ان شاء الله و مع السلامة في فيديو اخرى ان شاء الله شاء الله شكرا اشتركوا في القناة